اشتركوا في القناة لدفاع عن امننا القومي ومصالح شعوبنا واكد سعادته ان التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الوطنية لعدد من الدول العربية الشقيقة وتشكل تهديدا للامن القومي العربي الامر الذي يجب علينا ان وحد جهودنا ومواقفنا المشتركة ان نعمل سويا وبشكل جماعي لوقف كافة التدخلات في الشؤون الداخلية لدولنا العربية كما اكد سعادته ان الارهاب وتنظيماته المتطرفة لا يزال يمثل تهديدا خطيرا لامن واستقرار دولنا العربية بما ترتكبه تلك التنظيمات من اعمال ارهابية تقوض الامن والاستقرار بما يتعارض مع مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وقيمنا العربية الاصيلة واشار سعادة مساعد وزير الخارجية الى تداعيات جائحة فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الامر الذي يحتم علينا جميعا العمل على تكاتف الجهود وتكثيفها لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك للتخثيف من اثار هذه الجائحة واعرب سعادته عن دعم مملكة البحرين لاعادة تعيين معالي السيد احمد ابو الغيط لتولي منصب الامين العام للجامعة الدول العربية لولايات ثانية والى مواصلة جهوده الكبيرة والمميزة لتعزيز وتطوير منظومة العمل العربي المشترك